ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وأعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة عن تفاؤله بمستقبل زاهر للقدرة في السباقات المقبلة على المستوى المحلي في المملكة بعد النتائج المتميزة التي قدمها في السباق عطفا على بروز العديد من المواهب القادرة على موصلة مسيرة رياضة القدرة في المملكة. مؤكدا سموه أن الفريق الملكي يسعى دائما إلى اكتشاف المواهب وإبرازها وصقلها من أجل دعم صفوف الفريق للاعتماد عليهم في البطولات المقبلة. وأهنأ سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة الفرسان الفائزين بالسباق معربا عن تقديره لجهود جميع أعضاء اللجان العاملة في البطولة. ومؤكدا الدورة البارزة لهم في نجاح منافسات البطولة والتي نلت الإشادة الكبيرة من قبل جميع المتابعين الذين حرصوا على متابعة السباق منذ بدايته حتى المراحل الأخيرة. وأكد سموه أن بطولة العيد الوطني شهدت نجاحا كبيرا بفضل المشاركة القوية والكبيرة من قبل فرسان البحرين الذين حرصوا على التواجد والمشاركة في هذه السباقات. وأشهد سموه بالمستويات الفنية الرفيعة التي قدمها جميع الفرسان وأكد على تمييزهم الذي دفعهم للفوز بالمراكز الأولى والتي جاءت بعد المستويات اللافتة خلال مراحل السباق حيث جاءت مثيرة ومتميزة. مشهدا سموه بالجهود الكبيرة التي بذلها جميع اللجان العاملة والمنظمة للبطولة مؤكدا الدورة لهم الذي تقوم به جميع اللجان العاملة في السباق الأمر الذي وفر جميع أسباب النجاح لها. موسيقى 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 وليس فس خمسة شهداء ولكن أسر الشهداء اللي راحوا في جميع معارك مملكة البحرين فالواحد ينتمي الواحد يحس بهذه المواطنة يشوف ولده لابسة هو يكون لابسة يعني نخليها على مدة خمسة أيام هذا يعني تخليط لذكراهم